السلام عليكم ورجع لكم في فيديو جديد هذا اللابتوب اللينوف والذي أمامكم هذا اللابتوب يقولون أنه يريد فرمتها بعد ما ينصب الويندوز كل شيء تمام ولكن في حالة تنصيب التعاريف اللابتوب تنطي شاشة زرقة وما تشتغل أو تجمد أو يسر بها مشاكل فطبعا هناك مشاكل جاي على رأسي قبل هذا الساق وأعرف أنه 90% سبب هذا الخلل هو معارج الرسومات أو GPUP مشكلة صار بسبب ارتفاع درجات الحرارة طبعا سببت له فحص بسيط ونصبت له ويندوز جديد أول شيء لاحظه على الجهاز أنه درجة حرارته مرتفعة بشكل كبير هذا الشيء خليني أزيد اشتباهي بمعارج الرسومات الشغلة الثانية نصبت الويندوز جيد خلي سوي فحص لكارت الشاشة مارتها خلي نسوي سوء نتأكد من سلامته فراح أربط الهاردسك الخارج اللي بيت تعاريف الخاصة بالكارت الشاشة راح ننصب تعريف الكارت الشاشة ونشوف هل المشكلة بكارت الشاشة أو بشيء آخر فخلي نفتح لدرايفر فاكس اليوشن نفتح الاصدار 2022 بهذا الشكل طبعا خلي نوقف مضاد الفيروس حتى تكون عمليات فتح البرنامج بشكل أسرع فنطفي هذا مضاد الفيروس ما راح أعرف كل التعاريف راح أكتفي بتعريف كارت الشاشة فقط حتى نتأكد أنه الخلل هو بكارت الشاشة إذا الخلل بكارت الشاشة فعدنا واحد من اثنين يعني حل من حلين إما يستبدل الجي بيو الخاص بالكارت الشاشة يعني الكارت الشاشة المعالج من الكارت الشاشة يتبدل أو نعمل أو الأسلم إذا كان الزبون لا يستخدم هذه اللابتوب لإلعاب أنه يلغى كارت الشاشة بشكل كامل ونعمل اللابتوب ما يسمى بالدسكريتو UMA UMA هو الكارت الشاشة الداخلي اللي مدمج مع المعالج يعني نفعل الكارت الشاشة المدمج بالمعالج ونلغي الكارت الشاشة الخارجي المعزول أو المنفصل موسيقى موسيقى طبعا بعد أن كل شيء يعمل شباب والجهاز تقريبا صفن طبعا الاعتقد السبب ارتفاع درجة الحرارة بسبب ارتفاع درجة الحرارة المعالج ايضا صار بمشاكل فمثل ما تشوفون الجهاز صفن بشكل كامل بعد مع علمي اني اصلا حتى تعريف الكارت الشاشة مع عرفته فخلي نحاول بطريقة أو بأخرى النص بتعريف الشاشة يجب علي غرض انه نتأكد من المشكلة بشكل دقيق طفلين اللابطوب انتظرناه شوية تبرد ونفقت بالفراغات الخاصة بالهيت سينك حتى طلع البطوز شوية خفف منه فخلي نحاول مرة أخرى ونشوف السبب المشكلة هو كارت شاشة او لا فنفتح لدرايفر فاك مرة أخرى طبعا رح ننصب تعريف الكارت شاشة فقط ما رح ننصب قليل التعريف فاذا صار عندنا شاشة زرقة او مشاكل او فريز رح نتأكد انه المشكلة بكارت الشاشة فراح نخابر الزبون ونعرض عليه الحلول الممكنة وهي اما استبدال الجي بيو واما الغاء بشكل كامل فنشوف الزبون شنو رح يختار على اساس نتحرك ان شاء الله فخليكم متابعين هنضغي التعريف كلها ونخلي فقط تعريف الكارت شاشة الخارجي هذا الامد وعدنا الانتل اجدي كرافيكس الكارت شاشة الداخلي ايضا نحدده فنحدد الكارت شاشة الداخلي والخارجي بقيت تعريف كلها نلغيها طبعا هذا الانتل الاشدي كرافيكس اربعة الاف وستمية هو الكارت شاشة الداخلي وهذا ايضا هنا عدنا الامد راديون الار فايف الام ميتم ثلاثين هذا الكارت شاشة الخارجي فرح نعرفهم اثنينهم فنقول بدء التنصيب رح يعرف حاليا تعريف الكارت شاشة طبعا بعد ما ينصب التعريف الكارت شاشة الداخلي والخارجي اذا ما صار عندنا مشاكل فاحتمال يكون الزبون هو اللي يمأخطأ بتنصيب التعريف ولهذا جاء يصر عندنا مشاكل واذا صار عندنا مشاكل بالتنصيب فرح نتأكد 100% انه المشكلة بكارت الشاشة مثل ما شوفهم بدء يتنصب الكارت شاشة الداخلي حاليا اكتمل عملية تنصيب كارت الشاشة الداخلي وما صار عندنا اي شاشة زرقاء حاليا بدء فتح الكبس عن مرفات تعريف الكارت شاشة الخارجي خلي ننتظر اخترف off مرضت تنصيب الكارت الشاشة الخارجي فإن السرق الجهاز جمد بشكل كامل هاي الماوس بيدي احركه مؤشر الماوس على الشاشة ثابت ما يتحرك وهذا التشبهد ايضا احاول احركه ادوس اصرار كيبورد لابتوب جمدت عدنا بشكل كامل هذا دلالة على انه فعلا مشكلة بالجي بيو فراح نسوي هاي اللابتوب سوي ان شاء الله بعد ما ناخذت من الزبون راح اتصل بالزبون وابلغ بكلفة التسطيح اذا لاوافق راح نسوي هذا الجهاز سوى اما بالغاء كارت الشاشة بشكل كامل واما باستبدال اه معالج الرسومات الجي بيو طبعا الاستبدال اذا اراد استبدال الاستبدال معلسف ما راح يكون بهاي الورشة فما راح يقدر شوفكم اه مجريات العمل لانه صراحة ما عندي مكينة اه بي جي اي بالتالي ما راح اقدر شوفكم مجريات العمل ولكن اذا كان اختيار الزبون هو يلغاء كارت الشاشة فرح نلغيه سوى ان شاء الله فخليكم ميانا شوف طبعا بعد ما سوينا عملية الفحص وتأكدنا ان كارت الشاشة هو التالف خابرنا الزبون اتفقنا معه قال سووها فخلينا سوى سوى راح نقوم بعملية الغاء للكارت الشاشة فخلينا نفكك الجهاز كمرحلة اولى طبعا مراحل التصليح راح تكون مرحلة التفكيك واستخراج الماذر بورد مرحلة التنفيذ ثلاثة مرحلة الفحص فخليكم ميانا يا شباب انتزاعنا الماذر بورد مثل ما شوفون بعد انتزاعه خلينا نروح للميزة ثاني ونقوم بعملية الغاء لكارت الشاشة فخليكم ميانا شباب جانا الماذر بورد مثل ما شوفون خلينا نروح على وضع الهاند هذا البورد مثل ما شوفنا امامكم هذا الجي بيو خلينا نشوفكم بشكل اوضح شوفوا شباب الجي بيو او معالج الرسومات الخاص بالتغذية من الجي بيو هذا فورت سبلاي التغذية معرفة كون الكاميرا واضح او لا هذا الملف هو اللي يعبر البولت على الجي بيو فمجرد رفع هذا الملف راح تنقطع البولت يعني الجي بيو بالتالي الجي بيو ما راح يشتغل فراح يشتغل مباشرة من الكارت شاشة الداخلي في حالة اذا كان عندك مشاكل بالصورة يعني الصورة كانت رايحة عندك بشكل كامل فاحتمال رفع الملف ما راح يكفي فارفع الملف باضافة الى رفع الجي بيو بشكل كامل واذا استمرت عندك المشكلة ارفع الملف وارفع الجي بيو وارفع الذواكر الخاصة بالجي بيو يعني نحن لانه اللابتوب شغال عدنا بشكل جيد ولكن عدنا مشاكل بالكارت شاشة الخارجي فقط راح نكفي برفع الملف فراح ينتهي تنتهي عندنا المشكلة ولكن انت اذا كان عندك نفس المشكلة ولكن الصورة مختفية عندك بشكل كامل واللابتوب ما هي تشتغل عندك ما تنجح تنطي الصورة بشكل كلي فما راح تكفي برفع الملف لان احتمال يكون عندك الجي بيو مشرت او بي شكالية كل شبيرة فراح تتطي ترفع الملف وترفع الجي بيو واذا رفعت الجي بيو ورفعت الملف وايضا ما انتصورة او ضلت عندك نفس المشاكل ارفع الفيرامز ايضا فاني مشكلتي فقط بخلل بسيط بالجي بيو فحتى الغير احرفع الملف واقطع الفيرامز عن الجي بيو بهذا تكون انتهت عندي المشكلة ان شاء الله فخلي نسوي هذا الشي سوف شباب خير نروح تحت الميكروسكوب جينا تحت الميكروسكوب وهذا هو الجي بيو مثل ما تشوفون وخط التغذية مالتا عندك واضح بشكل كبير انه جاي التغذية من هذا الملف فراح نجي نرفع الملف بشكل كلي ونستغني عنا حتى نقطع الفلتية الرايحة على المعالج الرسومات فراح نخلي شوية فلاكس هنا شوية فلاكس هنا نجي بسن الكاوية او برأس الكاوية مع وجود ناخذ صولدر ايضا وبهذا الشكل نكثف الصولدر على اطراف الملف وهذا الطرف ايضا نفس العملية مثل ما شوفون بدأ عندي الملف يدخل خلف فراح ارجي ابزمة بهذا الشكل وارفع بكل سهولة بعد رفع الملف الخاص بتغذية الجي بيو خليجي ننظف مكان عملنا بهذا الشكل بعد ان ننظفنا المكان نجي نلصق اي مادة عازلة وليكن قطعة من اللاصق الاعتيادي الغرض من هذه العملية هو عدم ضمان على توصيل الاقطاب باي جسم اخر فحاليا اعزلناهم بهذا الشكل فخلي نروح نشيك نتيجة العمل اللي قمنا به اللي هنا نكون لغينا المعالج الرسومات او قطعنا عنا الفولت وبالتالي ما رح يشتغل خلينا نروح نشوف اذا رح سردنا مشاكل او لا خليكم معنا ايش هبع بعد ان قمنا بإلغاء الكارت شاشة خلينا نجي نركب كل شي محله اول شي رح نقوم بتركيبة هو الماثر بورد بهذا الشكل طبعا شباب ما ننسى انه ننظف مجموعة تبريد بشكل جيد ونعالج مشاكل الحرارة رغم انه الجهاز بعد الغاء كارت الشاشة ما اظن سربي اي مشاكل حرارة ولكن ايضا يعني من باب الاحسان للزبون ومن باب فعل الخير نقوم بتنظيف المجموعة مات تبريد ورا هو اذا ومن ضمن انتفاقك مع الزبون راكن يفضل انه تكمل شغلك على تموجه نستبدل معجون المعالج ونقوم بتنظيف مجموعة تبريد مثل ما شفته حاليا ننخلي معجون جديد نركب اجموعة تبريد محلها طبعا راح ارجع الهارت بشكل موقع لغرض الفحص واذا كل شي تمام راح اخلي لها ssd لغرض التسريع وانصب لها windows جديد فلغرض الفحص خلي نركب الهارت القديم نفسه اللي صارت عليه المشكلة اثناء تعريف الكارت الشاشة هاي البراغي الخاصة بالكمبيوتر ما راح اشيلها كلها راح يكون الشد لحد هذا القدر راح اكتفي بهذا القدر حتى افحص واذا كل شي تمام ارجع اكمل البراغي كلها فخلي نجرب سوى شباب شباب جبناها الميزة الثانية وشغلناها خلي نجي نفحص ونشوف بقاعدنا مشكلة ولو لا فتح الديفايز منيجر مثل ما تشوفون شباب كارتات الشاشة هو كارت شاشة واحد اللي هو الانتل HD Graphics 4600 وما بقى اي تعريف اخر او ما بقى اي وجود لاي كارت شاشة اخر دلالة على انه تم الغاء كارت شاشة بنجاح طبعا راح اقوم باستبدال هارد ديسك ماتها بSSD و اقوم باستكمال تطبيق او تجميع اللابتوب بشكل كامل و اكمل كل البراغي اللي انتزعناها اثناء عملية التفكيك فكلش راح اقعدة بمكانه وشوفكم النتيجة النهائية طبعا اول شي سويته بدلت الهارد ديسك بSSD وحاليا راح نصب لها ويندوز ونصب تعريفها وبرامجها وشوفكم النتيجة النهائية فخليكم تابعين حتى النهاية اي شباب تمنا تنصيب الويندوز بعد ما خلينا الSSD للكمبيوتر وقمنا بعملية تجميعة خليصة نشوفكم نصب التعريف مع الكارت شاشة ونشوفكم نتيجة العمل نربط الهارد الخارجي سوف نعرف كل التعريف ونشوفكم النتيجة بعد ما تكمل التعريف هنا حددنا كل التعريف اللازمة ونقول لها نصب الجميع ونصب الكل خلينا ننتظر تمام العملية ونرجع نشوفكم نتيجة العمل النهائية ان شاء الله اي شباب مثل ما شوفون اكتمنت عملية تنصيب التعريف فخلينا نسوي اعادة تشغيل الكمبيوتر خلينا نروح للديفايز مينجر او مدير القطع مثل ما شوفون هنا عدنا نقص بتعريف البلوتوث بتعريف الجيب ست ما علاقة به نروح للكارتات شاشة ومثل ما شوفون الانتل ايج دي جرافيك 4600 هو اللي باقي واحدة وهنا نكون نكملنا كل شيء ونقدر نسلم الكمبيوتر للزبون بدون اي اشكالات هذا كل شيء اللي عندي في فيديو اليوم اتمنى يكون الفيديو عجبكم اذا عجبكم الفيديو لا تنسوني بالعجاب بالفيديو ونشاركو بالقناة في ايج سر الجرس حتى يوصلكم كل جديد كانوا اياكم في قناة قيد داوية تيك في امان لاشباب